موسيقى كلينيك صوت لبنان من حيكم مشاهدينا ومستمعينا وينما كنتوا عم بتتبعونا أسئلة كتيرة ممكن تطرحوها على حالكن أو على الناس حواليكن حول التخدير والإنعاش يمكن تكون بعض المعتقدات الخاطئة يلي نحن هيك منتنقلة عن عملية التخدير إن كان عام أو إن كان موضعي اليوم رح نعرف الحقائق ورح نبدد هالخوف يلي عند البعض من موضوع التخدير مع ضيفة لبروفيسور أنري فخوري وأستاذ محاضر بكلية الطب الجامعة اللبنانية طبيب تخدير وإنعاش أهلا وسهلا فيك بروفيسور موجور أهلا وسهلا كيفيك ستسايا الحمد لله أيما تصرنا نعي يعني بنعرف أهمية طبيب التخدير والإنعاش وتغيرت هالنظرة اللي كانت قبل هاي النظرة دامي لأنه إذا بنرجع لتاريخ المهنة في أول عصر الماضي كانوا يعطوه التخدير اللي كان بالمسك بالإثار كانوا يعطوه المرضات ومرضات الجراحين وكانوا المرضات بيكونوا رهبات هني اللي يعطوه هالإثار هاي داتا يعمل هلأ كان كتير يصير فيه قصص ومشاكل ومرضة يصير عندهم قصص مع الوقت بلشت تتبين المهنة وبلش يصير فيه بيت اختصاص لطب التخدير والإنعاش بلشت تقريبا بالخمسينات من الخمسينات بلشت تتكون الأفكار ويتكون الاختصاص وصار الاختصاص كتير متقدم مع الوقت من الخمسينات وطلوع وبعدين انضم لقاله اللي هو سوءا تنصيف الإنعاش دونك طبيب التخدير صار يعمل تخدير للعمليات الجراحية ونفس الوقت هو بيهتم بالمريض بالعناية الفيئة وراء العمليات دونك كبر كتير مهمته بغرف العمليات وغرف العناية الفيئة وطبعا التقدم الكبير صار من بعد السبعينات وثمانينات بتقدم الإدوية بتقدم المعدات اللي صارت بين إيدينا من إيكوغرافي من تخطيط للقلب أثناء العملية من الأكسجين من ضغط القلب مش ضغط الدم يعني صارت تتقدم الأمور وبدنا نربط موضوع كتير مهم ما ممكن تتقدم الجراحة إذا ما تقدم طب التخدير والإنعاش ليش؟ لأن الجراحة بحد ذاتها فيه إلى عوائب على المريض والعوائب الطبية أثناء العمل الجراحي هو بيتكفر فيها طبيب التخدير والإنعاش دونك كل هال بس عم نتقدم نحن عم تتقدم معنا الجراحات ومنمشي مع بعضنا هيدا كان التقدم أنا حاجة شوي بتفاصيل وشو الجديد بهيدا الطب ولكن مما أنه حضرتك أستاذ محاضر بكلية الطب الجامعة اللبنانية عم تشوف كمينا فيه توجه نحو هالاختصاص بالتحديد؟ هيدا التوجه بالاختصاص عم بيزيد من فترة كتير صار فيه طلب عليه وصاروا يطلبوا يعملوه إذا أريد أن أتحدث فقط في لبنان لأنه نحن في لبنان عدد أطب أقلال إذا أريد أن أذهب إلى الولايات المتحدة أو أوروبا وصل الوقت كثير صار في طلب عليه رجع خف ليه؟ من التعب اللي بيعملوه هالاختصاص ما ننسى أنه فيه عمليات ممكن تكون كثير طويلة وهذا شيء متعب وفيه شيء مسميه الجارد يعني بواحد بدو يكون ستاند باي لقواض العمليات وبعدين فيه العناية الفئة اللي هي بستهلي كتير من الطبيب مرات الطريبية بيبقى يبقى يبقى بالمستشفى 24-28 ساعة يعني متطلبات العمل وهل مهمة بالتحديد نقزت شوي لأنه فيها تعب جسدي غير تعب المورال يعني تعب الفكري ومتابعة المرضى فيها تعب جسدي شوي خفت شوي هلأ اليوم إذا بتروحوا حول العالم بس تقوليهم طبيب بنج ما بيعرفوا كيف بدون إياكي لأنه فيه حاجة حاليا كتير كبيرة خاصة 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 بأوروبا وبالولاية المتحدة يعني فيه فرص عمل برات لبنان معلوم معلوم وكتير إجينا بفترة واتصار الكراش بلبنان يعني بال2020 إجينا طلبات مش طلبات يعني إجينا تقديم طلبات للي بدون يروحوا بأوروبا ورجعوا كتير أطبع فرص عمل يعني بمغرية يعني لحتى نحن بقيتوا بلبنان الحمد لله إيه نحنا مش نستلين نترك لبنان بروفيسور إذا بدي أحكي شوي كمانا بموضوع يعني أنتو عين ساهرة يعني في بعض المعتقدات اللي نحنا منفكر حالنا أنه نحنا أكيدين منها أنتو مش بس دوركن بيقتصر على أنه تبنجنا وخلص مش الحال أنتو عين ساهرة على المريض من قبل العملية لبعد العملية كيف المرحلة بتصير المراحل يعني بدي أقول لك دقيت بالنقطة الأساسية بمهنتنا مهنتنا مش الناس بتفتكر أنه منعطي دواء خدرنا المريض خلصت لا تخدير المريض هو مرقبته الأدوية اللي منعطيها منعطيها بالأول تنعطي الدواء بعدين منكمل بأدوية تانية أو بنفس الأدوية حسب شو هي العملية ولكن الأساس هو مرقبة المريض لأنه بأسناء العمل الجراحي بيصير بدي أعطي بعض الأمثال مثلا ممكن الضغط يصير فيه مشكلة ممكن نبض القلب ممكن كمية الأكسجين على الدماغ أو غير شي كله هيدا مربوط بالمراقبة اللي بيعملها الطبيب البنج تخلي الفونكسيون فيتال يعني يخلي الوظائف الحيوية عند المريض دايما مستتبة ودايما بحالة أبتموم بحالة جيدة بشكل ينهى العمل الجراحي ويوعى المريض من دون ما يكون تأثر أثناء العمل الجراحي بأي مشكلة صارت أثناء العمل نحن بدنا ننيم المريض بس بدنا نرائب المريض ونتابع المريض أثناء العملية متل ما منتابعوه إذا بدك بالعناية الفيئة تقريبا نفس الشي اللي بيصير بالعناية الفيئة من منتابعة المريض بيصير بغرفة العملية العناية الفيئة إذا صار في عنده مضاعفات جراء العملية؟ في عمليات ما بتتطلب عناية فيئة العمليات البسيطة مثلا إذا أخدت عمليات العيون أو إذا أخدت عمليات فتاء مثلا أو شي من هنا وهذه عمليات ما بيتطلبوا بس فتة عملية بالصدر عملية بالقلب عملية بالبطن كتير صعبة ممكن المريض يطلع من قوضة العمليات على التنفس الاصطناعي ويضل بفترة 48-72 ساعة 72 ساعة على التنفس الاصطناعي مع كل المراقبة الضرورية اللي لازم تكون حوالها من ضغط دم متكامل على طول من فحصات دم من كمية الأكسجين ههو دي بعض الأمور اللي عم جربة سهلة من الأمور اللي من رأيب فيها مريضنا بالعناية الفيئة وأثناء العمليات بكل العمليات الجراحية أنتو حاضرين كأطباء تخدير طبيب البنج طبيب التخدير بيفوت مع العملية من أولة لأخرة لكن طلع المريض من غرفة العمليات إذا طلع المريض من غرفة العمليات وكان حالته مستتبة وما بيتطلب عناية فيها بيمرق على شيء اسمه recovery room يعني غرفة العناية السريعة اللي بتكون ضغرة والعمليية بيقعد المريض فيها بين ساعة ونصف ساعتين لكن ستتب وضع وتأكدنا أنه كل شيء تمام عنده قبل ما يروح على الغرف بالعمليات الكبيرة العمليات ما عم نحكي عمليات بالدماغ مثلاً أو عملية القلب أو عملية الصدر هاو دي ممكن المريض يروح على العناية الفيئة فترة 24-48 ساعة نحن نكمل معه نكون فيه متناوبين نحن حدا بيكون بيقولت العمليات التانية بيكون بالعناية الفيئة أنا بخلصت العمليات أنا اليوم بالعاملية خلصت العملية بسلموا للطبيب المسؤول عن العناية الفيئة بكرة أنا معقولكم بالعناية الفيئة هو يكون بيقودة العمليات هايد من ناحية مهمتكن ودوركن الرقابة على صحة المريض إذا بديفوت شوي بموضوع التخدير نعرف كلنا شو التخدير وشو ولكن فيه أنواع تخدير فيه أدوية كانت مستعملة قبل هلأ بطلت موجودة شو تغير بهالعمل؟ التخدير مبدأ واحد بدي خلي المريض ما ينوجع بدي خلي المريض ما يتحرك أصناع الأعمالية و بدي خلي المريض يكون نايم بسبات إذا بديك بسودوكوما إذا بديك فيه نوع من كوما هايدي بالتخدير العام هايدة ثلاث أصص دونك بديو نام بديو ما ينوجع و بديو ما يتحرك هاودي نستعمل عدة أدوية أساسية منهم المورفينيك وتوابع المورفينيكوما أدوية لما يقدر يتحرك و ننخدر الدماغ أثناء العملية هايدة البنج العام في عنديك البنج الموضعي اللي بيسمعو فيه الناس اللي هو ممكن نعمل إبري تحت الجلد لشي بسيط هايدة منستعمل مخدرات لأعصاب الديركت و في عنديك البنج النصفي والبرديرال وتخدير الأعصاب هاودي هاودي كلياً مختلفين إذا أخدتي ست عم بتولد بنعمل لها بريديرال شو البرديرال بنحط لها أنستيزيك لوكو يعني مخدرات للأعصاب موضعية 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 بسنسل الظهرة حد الأعصاب بشكل إنه تنقول من الزاكرة ونزول ما بتعود تحس بشي ولا بتعود فيها تحرك نفس الشي إذا بدنا نعمل تنقول عملية افتاق عند رجال مقدر نعمله بنج نصفي اللي هو منحط مخدرات أنستيزيك لوكو بالموال إبنيار يعني بالسنسل تنخي على الشوك نعم تنخي على الشوك حد الأعصاب بشكل إنه يعني الكلمة بتخوف ولكن بينشل الإنسان من المطرح ما حطينا الدواء نزول والدواء بنعرف إنه عنده دوري دوفي عنده وقت معين بيختفي فيه بعدين وبيروح مفعول هيدا الوقت بيختلف بين مريض وآخر أم لأ هيدا الوقت هو عام لكل الناس حسب كمية الدواء حسب كمية دواء هم تحكين عن بنج العام ما تحكين عن البنج العام البنج العام إذا بدأ نرجع للماضي متماحكينا كانوا يستعملوا الكمامات ويضعوا فيها إثار اللي هو يعطي بنج العام اليوم تحولت الأمور كل أغلبية بتصير يعني بينعطا أدوية على بوسترنج اللي هي السرنج بتتفشها مكانها حسب وزن المريض وحسب كيف يريد أن يكون لدي البنج غمي وبينعطوا أن هذه الأدوية تصل على المريض بشكل متواصل أثناء العمل الجراحي نحن نكون نرائب ضغطه نفسه أكسجانه حالة الدماغ وكل ما يتبع ذلك ونحن بس تخلص العملية نعمل دوزاج نعرف أن هذه الأدوية تختفي من الدم بظرف 30 ثانية بظرف دقيقة فيها بيسموها فارماكوسينيتيك يعني الفارماكولوجي تبع الدوة صارت اليوم متقدمة بشكل أن هذه الأدوية من قد نطفي منهم بعد للعشرة المريض فتع عينيه قاعد غير الأدوية القديمة اللي كانت نستعملها اللي كانت الطول ليه على المريض طيب كتير منسمع رح نروح أنا للناس اللي بيسألوها ولي منسمعها ما أخد على البنج شو يعني ما أخد على البنج ما في إنسان ممكن يقاوم البنج هاي دي مش موجودة لأن الأدوية اللي نحن نستعملها اليوم بالذات ما في إنسان ممكن يقدر يقومها ممكن يكون بده كمية أعلى مثلا اللي نعطي مثلا الألكوليك اللي يشربوا كتير هاي دي ممكن يكون عندهم كبدون بيفرس بسرعة يعني بيمرقوا هالدواء اللي أنت عم تعطيها بيمرقوا هالدواء بالكبد طيب يتكسر ويتفرفت ويروح بيروح بسرعة أكتر من إنسان تاني ما عنده هالشي هالشي أو ولا ففي ناس ممكن يعتزوا دوز أعلى أو ممكن دوز أقل مشيناك نحن عنا بدنا نرائب تناعرف نتيجة الدواء اللي عم نعطيه شو عم بتكون نتيجته على المريض هاي دا بالنسبة للبنج العام بنج الموضعي والبنج النص يوريك خير شيء كلية فيه بلشوا أسئلة المشاهدين والمستمعين خليني أقول الأرقام أي استفسار حول هالموضوع مثل ما قلت في عنا نحنا يمكن أسئلة ومعتقدات خاطئة البروفيسور فخور بيوضح لنا إياها أي تساؤلات عندكن على أرقامنا 013253576611 01325 وأيضا من خلال الواتساب على 766111 مرحبا في تخدير موضعي عن طبيب الأسنان بواسطة كمامة للأطفال والراشدين اللي بيخافوا من طبيب الأسنان هل هيدا شيء آمن؟ هيدا بيسموه البروتوكسيد دازوت اللي هو نوع من الغاز قديم كتير عمره بالمئة سنة هالبروتوكسيد دازوت بينحط مع أكسجين يعني بتجي الأنينة فيها 50-50 أو 40 بروتوكسيد الباقي أكسجين بس يتنفسوا المريض من سميه هيدا الجاز إيلاران يعني المريض بيصير بحالة مبسوط ومرتاح وبروغة نوع من هذا الشيء نوع من هذا الشيء بس يأخذوا المريض بيرتخي وبروغ بيسمح لحكيم السنان انه يقدر يعمل العمل السريع تابعه طبعا بده مراقبة ما بينعطى من دون مراقبة فيه مراقبات أساسية لازتعملها بس هو سيف يعني متى ما بيقولوا هيدا دواغ غير خطر ليه لأنه تنقول أنا هدايت الكمامة وعم بياخد منه بس بلش إنعص بفلط إيدي بفلط إيدي بتنفس برجع بيروح بيختفي بلحظات بيختفي المفعول طبعه بلحظات طبعا بيستعملوا أكتر شي عند دولات يعني آمن آمن ولكن بده يكون فيه بده يكون فيه مراقبة موجودة مراقبة للإبانين ما فيه عن طبيب أسنان بيعرفوا أطبق الأسنان وغات اللي بيستعملوا فيه أمور بسيطة مش أكتر من هاك بيستعملوا فيها كل حال دوز اللي بيستعملوا فيها بسيطة بشكل إنه ما عنده أي تخصي آآ ذكرت بسياء حديثك بروفيسور إنه حسب الشخص يعني إذا كان بيتناول كحول بتختلف هون الكميات طيب هل تختلف الكميات كمان التخدير حسب نوع العملية يعني إذا قلب جراحات قلب جراحات دماغ بغض النظر عن شو عنده المريض إذا بيشرب كحول أو غيره سأعطيك مثلاً كتير بسيطة عملية القلب الأساس فيها هو نخدر الوجع لأنه فيها محلات مؤلمة لذلك يستعمل كمية ديريفادو مورفين يعني مشتقات المورفين اللي هي قوة كتير من المورفين بكمية كتير عالية بعملية الدماغ عكس ما الناس بيفتكروا الدماغ ما بين وجع الدماغ ما بين وجع الشعر بين وجع ليه لأنه الدماغ هو المحل النهائي اللي بيدرس فيه الوجع إذا جراحت إيدي بيروح الانفلو هالنبض الوجع بيقطع بإيدي على السنسلة الظهر بيروح على الدماغ الدماغ بيعمل هو بحلل الوجع وبيخليني أنا أنقذ وأعمل حس بالوجع بيعطي هو الأوردي صح فوق دماغ شو فيه رحول فيه ربنا فوق دماغ ما في حدا ما يعني شو عمله؟ ما يعني إنه إذا عمناعمل عملية الدماغ الدماغ وتل مندق في الجراح وتل مندق في الدماغ ما بين وجع المريض ما بوق ممكن ينوجع ولكن ما بدي يحرك أبداً دونك بيستعمل أمور مخدرة للدماغ مندو ما أطر استعمل أدوية أنا الجزيك يعني أدوية مخدرة للوجع مالتلي فيه ثلاث خوابق الوجع بدي ما بدي أحس ما بدي نام ما بدي أتحرك نوع شفتي كيف عطينا بجراحة القلب بتستعمل هاددوية هيدا أكتر بجراحة الدماغ عندي اهتمام تاني أكتر نعم حضرتك متخصص بجراحة القلب وكنت أول شخص يعني بزراعة القلب اللي صارت بلبنام استشفى رزق كنت حاضر صح بي أباهاش اليوم بالقلب تختلف أنواع التخدير بالقلب شو بيختلف فيه النوع الأدوية بتقعنا أنه جراحات أخرى جراحة القلب هي جراحة متل ما قلنا أسيستة ما من الوجع ولكن طبيب البنج هون موقع ومختلف كليا عن طبيب البنج اللي بمارس الجراحة العامة أو جراحة العب لا لأنه عنا القلب الاصطناعي عنا الرئة الاصطناعية وعنا بدي نطلع يعني وقتل من نيم المريض نيمني أوكي عندي إيكو ترانزوفاجيان بدي رأي بحالة القلب بقشع إيكو أثناء العملية هي شغلتي أنا بعملها وقتل بيروح المريض بيوقفوله قلبه ورويه صارنا على قلب اصطناعي وريا اصطناعي كمان نحن بدأ نشغلها ونهتم فيها نرجع نطلع من القلب الاصطناعي والريا الاصطناعية إلى رية المريض وقلبه وهون بس بده يطلع ويبلش يرجع ياخد الفونكسيون ويرجع هو يشتغل هون بتصير قصة عناية فيقة ما بقيت إلا دعوة بالبنج لأنه البنج ماشيين السرنجات أنا بدي استعمل إدوية لأن عاش القلب تقدير يرجع القلب يقلع من بعد مكان واقف وكان في مكانات عم تاخد محل بهالمراحل يلي زكرتا في خطورة بمكان ما؟ الخطورة ما في عمل جراحي ما في خطورة هذا اللي بيقول أنا فيه شيء أنا فيت أعمل عملية ماشية وصار معي مشكلة صار معك مشكلة مش من العملية صار معك مشكلة لأنه عندك شريان معين بالقلب نصفه مسكر أو تسعين بالمية منه مشكلة صار معك مشكلة لأنه عندك مشكلة بكالويك ما عم تقدر تتروح الإدوية صار عندك مشكلة لأنه عندك مشكلة برأسك ما مناعرف شو هيدا عم بقى دونك كل عمل جراحي وفيه تخدير فيه خطورة ولو كان العمل الجراحي بحد زيته شيء بسيط شيء سهل ولكن التخدير بحد زيته دايما لازم لكننا عم نعمل عملية كسر أصبع أو عم نعمل عملية أكبر بكتير لازم ناخد دايما سوابة مراقبة المريض من الألاف لليه كأن عملية قلب أو كأن عملية شيء بشكل أنه نعطي المريض سيكوريتي نعم هاي شيء لأرجع معك لجراحة القلب الجديد بهالإطار شو هو؟ تقنيات؟ تقنيات التقنيات أول شيء كنا نوقف القلب نروح على القلب الإصطناعي اليوم صرنا نعمل بيتنج هارت يعني قلب عم يضخ وعم يتركب الشيارين عليه وبعده عم يضخ القلب الطبيعي القلب الطبيعي عم تتخيلي قلب عم يعمل هيك والجراح بده يضطر قلب يقطيب ويكبس على القلب تيهديه وانا شو بده يصير عندي؟ يكون ضغطه 12 سفى ضغطه خمسة لذلك أنا بدي أبدأ أعمل العلاجات التي أعطيها بالدم تقدر هديه تيكون خلص التقطيب طبع الشريين هوني صارت كثير تحدي لطبيب البنج إنه يقدر يخلي المريض بحالة مستقرة تيكون نعمل البونتاج تاني شيء هايدي أول خطوة تاني تاني خطوة بلشنا نعمل عمليات ميني انفازيف يعني بد ما ينشأ المريض هايك صار يفوتو بالتوراكس وقعدين صارت بن بنزار وهلأ رحنا على الروبو اليوم رحنا على الروبو على الروبوتيك اللي هو بريسايز كثير كثير هيدا ما معناته انه خفيت مسؤولية طبيب البنج بالعكس عم بتزيد الجراح صار بريسي أكتر صار دقيق أكتر بشغلته عورت بيستعمل الروبو رح يكون بس بره الجراح ما بيأثر وانما كان يكون صار ربوتيك نحنا هنكون جوه وهو يقعد على المنات مثل بلاي ستيشن عم يشتغل ولكن بس مسؤوليتنا متغيري اليوم بسعودية يعني أول عملية زراعة قلب كاملة بالربوط بالعالم بتصير في معي مدخلي ألو 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 يعطيكم العافية أهلا ألو بدنا نوطي صوت الراديو لحتىى نسمع ألو تفضل الألو إذا حكيم مبتدق ألو ألو بيروح حاست الشام بالمرة أو بيخربطها أوكي قال إذا حكيم مبتدق مثل ما بيقول ضرب إبرة بنج بيروح حاست الشام مثلا بالغلط ضرب إبرة بنج وإبرة بنج وان بعد موضع يا أبنج بعدوا معين عم شم لها غريبة وبتزوق لها غريبة بس وين الإبرة البنج وين تسكني تحت اللسان تحت اللسان ها ايه اوكي هون عم تحكي عن تخدير طبيب الأسنان مضبوط ايه اوكي ممكن لأنه إذا بتذكروا فترة الكورونا فترة الكورونا الفيروس بحد زيت وروح يضرب هالأعصاب الأولفاكتيف اللي بيشمها يقلك مريض الكورونا ما عم شم أو ما عم بستطعين هذا نفس الشيء وبتشك حد العصب وبتعطي المخدر اللوكال المخدر الحد العصب إذا دقيت بالعصب ممكن يصير فيه نوع من التخدير لها العصب يعطيك هالإحساس تنميل باللسان أو خفت حسة الشم أو هالشيء ممكن يصير عادة بيرجع كله طبيعي بعد فترة أصيري بس إيه ممكن إذا ندق بالعصب أو حسب شو نحط دوك نعم أهلا فيك طيب على شكلت سؤال المتصل ممكن يصير فيه أي خطورة أو مضاعفات من جراء التخدير نكون شوي يعني ممكن من ورد تخدير تجعب أسألك تخدير عام تخدير العام تخدير العام ممكن يصير أي مشكل مع المريض من ورد تخدير بالتحديد التخدير بس نعطي أدوية التخدير في إلى مضاعفات يعني إذا استعملت المخدر للدماغ هاضي 90% منهم بيقشطوا الضغط بيقشطوا الضغط أثناء العملية أول ما بلش نايمه زاجيت عطيته هالدواء اللي بيعمل باراليزية يعني الدواء اللي بخلي المريض ما يتحرك ينشل حركته هيدا ممكن يكون عنده في حساسية ممكن يعمل حساسية حساسية شو جلدية حساسية بيفتحوا الشريين بيقشط ضغطه بيورم بيقدر يروح فيها على المدى الأصير أصير أصير هاضي متى ما يخافوا الناس اللي عم يسمعو بس هاي دي من المضاعفات تبع أي دواء ممكن تكون يعني ردات فعل الجسم ردات فعل ولكن بالبنش بتصير ردات أنا ما ننسى أنه مريض عم ينام هوا ما أنه مريض وياها تقليك عم حك أما عم بتضيق أما عم يديق نفسي هوا مريض نام جيت بدي حط أنبوب التنفس عند مريض ممكن يكون ما قدر حطه يكون عنده أناتومي هون يعني خلقته من هون بتخليني أني ما أقدر حط نربيش التنفس استعمل معدات فيديو سكوبي تقدر إشعى وإذا ما قدرت بدي أفتحه من هون تحطله عنه يعني ما بين عمل إيكوغرافي قبل على المريض كل المريض اليوم حسب الأنوم وحسب ما معترف فيه بالعالم كله كل المريض ممنوع يدخل قوديت العمليات قبل ما يكون مرأ يعني عيادة طبيب البنش كل العمليات اليوم تمرق عن طبيب البنش قبل بـ 48 ساعة بينفحص المريض من الألاف لليه بينشاف كل فحوصاته الصور تخطيط القلب بينعمل له كل القصة وبينعمل فحص لكل الأمور اللي بمكن تكون أساسية للتخدير للعملية ولكن برجع بقلك بالطب ما في شي مية بالمية بفحص المريض بيبين معي مية بالمية يمكن يكون في قطبة مخفية شي محال وهي تعمل لي مشكلة فهميش قليل كتير اليوم مع المعدات اللي صارت عنا العلم اللي صار عنا بالأدوية وبالمعرفة مشاكل بينش صار يعني الهيمش صار ديئ كلمة يزيد عنا طريقة المراقبة المريض كلمة بيزم الهيمش الخطأ في عنا مضيخة لي أهلا تفضل الله يزيد فضلك يعطيك العافية شكرا بدك توطي أو تخفي لصوت الراديو حدا طفيته طفيته حمد الله طول أمرك بدي بس أسأل البروفيسير أنا عامل عمليتان عملولي قبر بضهري يعني بنج بالنصي ونزول ألا عبس مع البروفيسير ولفط لي نظري نعم بمرة من المراتة هنعم عليكي بس شكالي الابرة أنا كنت قاعد على التختم داندة الجرية الشكالي الابرة بضهري ما بدي خبرك قديش نفضت إجري طلوع نفضت نفضة مش طبيعية من يومتها صار عندي وجع بضهري من بعد العملية ون بعد ما خلصهم كده عم بعمل أنا رباط صليبي ما عم بعمل شي بضهري نعم هل هو إليه تأثير هيدا شكاكة غلط ولا عادية القصة السؤالي إليك من بعد هلأ رجعت في وجع بضهرك وقديش صار لك عملت العملية وفي شي تنميل بإجرك أو وجع بإجرك أكيد التنميل من وقت العملية بعدها إجري دكتور منملة بس عم بيحكي أنا بس عطاني الإبري بضهري نفضت إجري نفضة مش طبيعية يعني خففت أنا نعم نعم سيد الكريم دايما نحنا مثل ما قلنا عن الطبيب السنين بالسؤال اللي سبق قبل وقتل بدنا نشك إبري نكون قريبين على النخاع الشوكي وعلى مطرح ما بينفصلوا الأعصاب تينزلوا صوب الإجرين ممكن ممكن هو عم بشك دق بشي وهيدي بتصير ومنها مهمة بتعملك هالنفضة هي بحد ذاتها ما قلها تأثير لأن العصب بحد ذاته موجود بمي يعني بيكون دق فيه هزو شوي أنت بتحس فيها كهرباء بإجرك وهي بترجع بتروح وما بتترك أي أثر الوجع بالظهر كمان بيترك بس هايدي بتصير يعني بيكون بكل عمل بنعمله ما فينا نقول مية بالمية لأنه نحنا عم نشك هوني بمنطقة ما عم نقشع عم نفوت بين خرزتين ونفوت على النخاع الشوكتر حط الدواء ممكن إحنا وفيتين ندق ولكن ما في إلي عوائب بالمبدأ بقدر إليك تسعة وتسعين فاصلة تسعة وتسعين ما إلي عوائب بعدين لبقى نعم نعم أهلا فيك يعني بلشت حديثك بروفيسور أنه ناس عندهم هيك يتخوف أنه أنا ممكن أي إبري غلط بنج ممكن تسبب لي شلال هيدا شيء برعب أفصل بين بنجلو العام والبلعام بالعام بالعام تسبب لي شلال لا إلا إذا لا سمح الله صار في جلطة بالدماغ أو شيء من هالنوع ممكن من سبب ثاني من سبب ثاني من سبب ثاني من سبب ثاني بريديرال آمنة صارت كثير تمام المشكل لا نستطيع نعطي شيفر نقول مية بالمية لأنه ما في شيء مية بالمية ولكن بالمبدأ يعمل ملوين البرديرال في العالم البرديرال أمنية؟ يمكن أن يكون هناك أحد ذات البرديرال ويؤثر شيء يعمل البرديرال عند النساء الذين يولدونه إذا هو يعمل العملية طبيب البنش ويشكل الإبريطة يصل على البرديرال إذا تحركت المريضة وشك قليلاً قليلاً تخسر قليلاً من ماء الرأس كما يقولون تعمل وجع الرأس بشكل ذات البرديرال لا تصح بعد خمسة أيام ولكن هي من الأكثر شيء شائع بالكومبليكاسيون الشلل بريسك يقول لك يعني أليل تصير لا يوجد أحد يمكن أن يكون لديه مالفورماسيون لا يوجد شيء خلقي في هذه المنطقة لا نستطيع أن نعرفها ولكن أليل جداً 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 كمان سؤال عملت عملية تفجير على الليزر وأكيد عملولي كل الفحوصات تفجير شو؟ خلينا عملولي كل الفحوصات قبل العملية مع تخطيط القلب سؤال ياريت بتحدد لنا عملية شو؟ بعد ما ظهرت من العملية كان حولي عيوني مزرق ممكن أعرف شو السبب عم يكتب لنا شو العملية العملية يعني بالنسبة للمضاعفات هيدا شيء بحثة بالكلام أه بحثة بالكلام إيه؟ عملولي بنج عام تفجرولي لبحثة عملولو كل الفحوصات صحيح إيه؟ بنج عام حولي عيوني مزرق حولي عيوني مزرق حولي عيوني يشدو شوي صغير يعلي يزرقوا عينيه؟ بنج عام مش أكتر من هاي اوه لأنه مقالة تأس يعني النقطة اللي عم يشتغلوا فيها بعيدة كتير اللي هي تعمل شوية نزيف هون ممكن يكون الماسك مضغوط شوي أو إذا فيه مشاكل بسيالين الدم عنده أو عم شي ممكن كبسه بس مقالة دعوة بالمبدأ لا بالتخدير بحد ذاته ولا بالعب غير الروبوت اليوم عم شوف تطور هائل بموضوع الطبية الأي آي وكل شي اليوم بموضوع التخدير والبنش أكيد الأي آي سيقدم كتير ليه؟ أعطيك مثلا لتلك نحنا ما نحط السورنج إلكتريك اللي فيها ثلاث قربة بعد عشر أدوية مثلا نحطينه المكانة بتدفوش حسب الوزن والواحد هاي دي نحنا بنعمل للكالحسابات الوزن والواحد الأي آي ممكن هو أوتوماتيكلي بس فوطيله الداتا حييدرس قديش بدي أعطي على ويقول لي أنت هلأ بهالنقطة هاي دي صرت هون بها بس إذا وقفت بعد عرش دقائق حتصير بهالنقطة هاي حيساعدني كتير بعد لا هلأ ما لا بعد بس جاي أكيد جاي أكيد يعني منحكي بأشهر تما نحكي بسنية هاي دي حيكون المستقبل المستقبل أكيد المستقبل القريب المستقبل القريب أكيد أكيد بروفيسورة قبل ما أختم أكتر سؤال بتنسأله ونحنا بناخده على سبيل المزاح إنه بصير عنا حالة هزايين من بعد ما نوع قبل ما نوع من البنج شوي منصير نحكي شو ما كان هاي دي صحيحة أم لا فيه نرجع إلى شغال تاني بالحرب العالمية التانية كانوا النازيين وقفوا حدا من الأوروبا الحرة ونحن نجعله يحكي يعطوه نوع من الدواء بربتوريك يعني نوع من الجردينال أو شيء من النوع من الدواء مخدر يستعمل للتنييم يعطوه بدوز خفيفة يصير الإنسان بوضع نص نص بين الحقيقة وبين اللوعي والحقيقة ممكن هون كانوا يستجوبوهم بهذه الطريقة هذا الدواء ما نستعمل اليوم بس إنه بعضه فعال في عندك أدوية تانية الأكتر شيء الهزايين مش بصير وراء العملية بصير بالعمليات اللي منسميها نيروليبت أنالجيزي يعني منكون المريض عم نعطيه مخاءة تيكون ريء مش نايم بنجعام نصف مخدر بالعمليات بسيطة ممكن ممكن ولكن كتير قليل يكون في حالات هزايين فيمنون بيعصبو فيمنون بيبكو أكتر عنديك ريكسيون على الأموات بس هزايين ويحكي ويخبرك شو كنت عامل مباروح وأولت مباروح يعني بيقول يلي ما بيقولو بالواء أنا عرفت لما بديك مصديني بالسؤال بيبكي شوية بيزعل شوية مش أكتر من هيك على سبيل المزاع بروفسور يعني بالخيتين هيك كونكلوزيون صغيرة لمخاوف الناس حول التخدير شو بيقولوه أنا بيقولوه التخدير والإنعاش هي شغلة أساسية بالعمل الجراحي ما نستهتر فيها إذا قلنا لكم تعووا قبل بـ 48 سنة تنفحصوا قبل العملية ليش نطلبها نحنا نطلبها لنقدر نحوي كل المشاكل اللي عنكن إذا كان هناك شيئاً بأي مشكلة معينة نحلها قبل أن نصل على العمل الجراحي لا نستهتر بالبنج لأن البنج هناك خطورة مرات أكثر من العمل الجراحي الذي يكون بسيط نعم فأنا بدأنا نأخذ كل هذه الأمور بعين الاعتبار ولكن أعرفوا أنه اليوم كل ما قلنا نتقدم كثير وتقدمنا كثير وإذا ترجعوا إلى هنا تلاحظوا أن الحالات التي صارت تخف بشكل كثير لأنه صار بين إيدينا ما عدت ونحنا صرنا عم بس ما في مهرب ما في مهرب يا بنج موضعي يا موضعي يا عام يا موضعي يا أما بنج حد الأعصاب مثل ما بيعملوا حكاً ما السنين أولا مخدر إيد أو إجر لوحدا شكراً لإلك بروفيسور أوري فخوري طبيب بتخدير وإنعاش أستاذ محاضر بكلية الطب بالجامعة اللبنانية أهل وصدر أنا بتشكرك مرسي كتير بتشكر المشاهدين بدوري كمان بشكر المشاهدين والمستمعين يلي تبعونا بكلينيك ترجمة نانسي قنقر